مساء الخير على كل متابعيننا متابعين قناة الفقرة العلمية لو انت اول مرة تشوف الفيديو ده فالقناة بتاعتنا بتقدم منح لكل دول العالم تقدروا تتابعوا الفيديو اللي ظهر قدامكم على الشاشة ده وتشوفوا من خلاله كل المنح اللي احنا نزلناه على القناة وكمان هننزل منح تانية جديدة اول باول بتقدروا تختاروا من خلالها المنح اللي انتوا عايزينها والمنح المناسبة ليكم فيه منح عربية منح من دول اجنبية فيه منح طالبة شهادة لغة ومنح مش طالبة شهادة لغة ومنح كتير بتوفر اقامة مجانية راتب شهري وكمان منح لكل المراحل الدراسية من البكالوريوس للماجستير للدكتوراه تقدروا تشوفوا كل المنح دي وتختاروا المناسب ليكم ولو فيه اي سؤال او استفسار عن اي منحة اكتبونا تحت الفيديو بتاع المنحة دي واحنا هنرد عليكم وطبعا ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتتابعوا معانا المنح اول باول وتشغلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل المنح اول ما تنزل كمان لو عجبك اي فيديو من اللي احنا عملناه وكمان الفيديو ده لان الفيديو ده مميز اعمل لنا لايك واخر حاجة اي استفسار اي سؤال اكتبونا تحت في التعليقات او كمان ممكن تبعتونا على الصفحة الرسمية بتاعتنا على الفيسبوك صفحة الفقرة العلمية هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن وانا بدأت كلامي بان الفيديو بتاعنا مميز النهاردة لان الفيديو ده يعتبر طريق للناس اللي نفسها تقدم على منع للناس اللي نفسها تسافر برا وتشتغل وتتعرف على عالم جديد تتعرف على مدن جديدة تتعرف على الناس جديدة وكمان تسافر بطريقة سهلة ومضمونة والحاجة دي هتتحطلك في السي في وهيبقى السي في بتاعك كوي تقدر من خلاله تقدم على كل منحة انت عايز تقدم عليها فرصة قبولك بتكون عالية لان السي في بتاعك هيبقى مليان حاجات فعلا تستحق الاشادة بيها الفرصة دي بتقدمها دولة قطر لكل الشباب العربي الفرصة دي عن طريق ان انت هتتطوع في الفعاليات بتاعة كاس العالم في قطر 2022 كملوا الفيديو للاخر لان هقول فيه معلومات مهمة جدا هتفرق مع كل الناس وخاصة الناس اللي بتدور على المنح والناس اللي بتدور على شغل في بلاد عربية واول حاجة هنتكلم عنها وهي متطلبات التقديم للتطوع في تنظيم كاس العالم في قطر 2022 اول حاجة كل الناس اعلى من ستاشر سنة يقدروا يقدموا في التطوع دا تاني حاجة ان انت يكون معاك جواز طفر ساري المفعول ودي حاجة مهمة جدا عشان الصفر تالت حاجة ان هو متاح التطوع لكل الجنسيات في كل انحاء العالم سواء كنت جوا قطر تقدر تقدم سواء كنت خارج قطر كل جنسيات العالم وكل شباب دول الوطن العربي والسؤال الشباب هيسألوه انا هستفيد ايه لو رحت عملت تطوع في كاس العالم خاصة ان تطوع دا وانت موجود هناك مش هتاخد عليه مرتب فانا هستفيد ايه لو رحت اه الحاجات اللي هتستفيد منها على ارض الواقع هناك في قطر اول حاجة ان انت هتسافر مجانا لقطر انت مش تعمل اي حاجة هتقدم الاستمارة بتاعتك هتبعت لهم ولو اختاروه وقتها هم بيجهزولك حاجات السفر وبتسافر لقطر مجانا تاني حاجة ان انت لما تسافر هتحصل على اقامة مجانية وهتحصل كمان على وجبات مجانية خلال فترة الانتداب بتاعتك هناك وخلال فترة الشغل بتاعك طول الفترة دي انت بتحصل على وجبات مجانية واقامة مجانية كمان اي مواصلات هناك اي مكان عايز تروحه داخل قطر كل الحاجات دي هتبقى ببلاش فهتقدر تتحرك وتروح وتيجي كل ده ببلاش ده غير بقى الحاجات العظيمة اللي هنتكلم عنها من خلال آآ ان انت لما تروح اول حاجة لما هتسافر في التطوع ده هتحط في السيفي بتاعك ان انت سافرت آآ تعمل تطوع والحاجات دي بالنسبة للمنح وبالنسبة للشغل بتبقى حاجات قوية ان الشخص ده آآ قدر يسافر آآ بلد تانية وقدر آآ يساعد او كان مسؤول بما فيه الكفاية ان هو يساعد في تنظيم فعالية كبيرة زي كاس العالم كمان انت لما هتروح هتتعرف على الناس كتير ومن خلال التعرف على الناس هتعمل دايرة تعرف كبيرة جدا فممكن من خلال الدايرة دي تسأل على شغل مثلا في قطر او في شغل في انحاء العالم آآ تقدر الناس دي ان هي تساعدك بشكل ما ان هم آآ يلاقو لك شغل او يوفروا لك حاجات او حتى يدوك معلومات عن البلد اللي انت عايز تروح تقدم عليها ممكن تكون المعلومات دي ما كنتش عارفها من النت فتقدر تعرفها من صاحب البلد نفسها آآ كمان ان انت لو عايز آآ بتسأل على منح لجامعات او بتسأل على شغل تقدر وانت هناك تروح الجامعات دي وتشوف الجامعة وتسأل على كل التفاصيل اللي انت عايز تعرفها عن المنح او عايز تعرفها عن الشغل جوا الجامعات دي او جوا الشغل دا وتعمل مقابلات شغل فبالتالي دي فرصة عظيمة ان انت تحتاج بشكل مباشر بالحاجة اللي انت عايزها زي انك تروح تقدم على منح انك تروح تقدم على شغل وغيره. آآ ده غير بقى زي ما قلتوكو ان انتو هتقابلوا ناس من مختلف انحاء العالم وده هتكبر آآ دايرة التعارب بتاعتك وهتقدر من خلالهم تعرف معلومات كتير جدا آآ ويبقى في فرص كبيرة متاحة لك ان انت هتقدم بعد كده على شغل في اي مكان آآ ده غير بقى ان هو هيكسر الحاجز النفسي لحوار الصفر. فانت لو عايز تقدم طالب وعايز تقدم على منحة تقدر تروح تدرب نفسك وتروح تقدم على التطوع ده. فبالتالي هتكسر حاجز الصفر وهتسافر وهتشوف بلد جديدة وهتختبر نفسك ازا كنت مسؤول بما فيه الكفاية ان انت آآ تعيش في بلد لوحدك. تغير كمان ان انتو لما هتقدموا على الاستمارة بتاعت التطوع وبعد كده يختاروكو. فيه كورسات كتير جدا ودورات تدريبية هتكون مجانية بشكل كامل. هتقدمها المنظمة المسؤولة عن آآ تنظيم كاس العالم آآ وهيدربوكو من خلالها على آآ مختلف بقى الحاجات اللي هتطوعوا فيها. فدي برضو كمان هتبقى فرصة كويسة ان انت هتكون مشترك في تدريبات كتيرة جدا وهتعرف معلومات كتير قوي وكل الحاجات دي هتتكاتب في السي في فهتعلي السي في بتاعك بشكل كبير قوي. ويجي السؤال بتاع هل فيه اي شروط تانية الدولة حطتها تعجزية او شروط صعبة غير حوار ان ان الطالب ما يكونش ستة اشهر سنة لأ الدولة بتطيح لك التطوع ايا كان المستوى العلم بتاعك ايا كان خبرتك الاكاديمية ايا كان مستوى المهني بتاعك آآ تقدر تقدم بشكل مباشر على التطوع ده ايا كانت الظروف آآ من خلال الموقع الرسمي اللي انا هحطه لكم تحت في كمان التقديم بيكون باللغة العربية فالموضوع سهل جدا جدا وما فيهوش اي صعوبة خلص طيب هيجي السؤال بتاع انا هروح هعمل ايه آآ كل واحدة كل دور معين الدولة هي اللي بتحدده او المسؤولين عن التنظيم هي اللي هما اللي بيحدده كل واحد هيعمل ايه آآ بس في العموم الناس بتروح تساعد في تنظيم الفعاليات عن طريق آآ ان هي تشتتت مسلا تقدم خدمات للمشجعين بتقدم خدمات ضيافة كمان خدمات التسويق تقدروا تشتغلوا مع آآ دارة الكوة العاملة وخدمة المطاعم وغيرها من المجالات الكتيرة جدا المسؤولين عن التنظيم هيحدده كل واحد هيعمل ايه في مجاله وانا قلت في بداية الفيديو ان انت لما هتروح انت مش هتاخد مقابل مادي لقاء التطوع بتاعك ده بس انت هتاخد آآ حاجات اكتر بكتير من الفلوس اللي انا اتكلمت عنها بالتفصيل قبل كده فحقيقي فرصة كبيرة جدا كل الناس لازم تستغل لها وطبعا المميزات التانية اللي تكلمنا عنها غير ان انت هتعمل آآ مجتمع كبير وهتعرف على ناس كتير آآ غير ان انت هتحطها في السي فيه ان انت الفيزا كمان هتاخدها بطريقة مجانية وسهلة آآ ان هما النقل جوه داخل دولة قطر هيكون مجاني هتقدر توصل لكل مكان بكل وسائل المواصلات بطريقة مجانية آآ كمان هما هيبقى مدي لك كل المعلومات الكاملة عن الفعاليات والاماكن وازاي هتتنقل آآ هيغطولك الوجبة خلال فترة المناوبة بتاعتك الرسمية بشكل مجاني وكل حاجة هتبقى مجانية. زي ما انتوا شايفين آآ ده الموقع بتاع تسجيل المتطوعين. انا هسيب لكم الموقع ده تحت في تقدروا تدخلوا وتستكشفوا كل التفاصيل فيه. آآ فيه هنا عملية الاختيار آآ زي ما انتوا شايفين بيقول لكم ازاي هيختاروكم زي اول حاجة بتعبي استمارة الطلب آآ الاستمارة دي بتكتب فيها معلومات عن نفسك هما بيسألوكو انت بتجاوب على المعلومات دي. تاني حاجة بتسجل ليهم مقطع فيديو صغير كده بتعرف فيها عن نفسك آآ لو ما تتقبل بيعملو لك مقابلة جماعية عبر الانترنت. وبعدين بيحدو لك كل واحد دوره هيكون ايه? التدريب بتاعك اختيار المناوبة استلامي زي الرسمي للحاجات دي الخطوات دي بقى بعد ما تسافر. وفي الاخر تقديم الدعم خلال البطولة. اما بقى لو انت عندك اسئلة كتير ومحتاج لها اجابات فهم عاملين صفحة متخصصة اسمها صفحة الاسئلة المتكررة تقدر تضغط عليها فهتدخل هتلاقي اسئلة كتيرة جدا وكل سؤال ليه اجابة تقدر تشوف الاجابة بتاعت الاجابة اللي انت محتاجة السؤال انت محتاجه بالاجابة بتاعته وكمان عاملين خدمة ان انت تقدر تبعت لهم في حالة لو انت آآ كنت بتدور على سؤال وملقتش اجابته فتقدر تتواصل وتسأل السؤال اللي انت عايزه. بنيجي بقى الاول حاجة ان انت عشان تتقدم في التطوع ده لازم تعمل حساب على الموقع عن طريق ان هو بيسألوك اسئلة بالشكل اللي انتو شايفينه قدامه قدامكو ده بتجاوب على الاسئلة وبتبعتوها ليهم آآ وبعدين هما بيبعتو لكم تأكيد ان انتو خلاص بقى ليكو اكاونت على الموقع. الاسئلة دي قدام كل حاجة ستار احمر معناها ان انت لازم تعبي البيانات دي. فكتب لك الاسم اسم العيلة الجنس تاريخ الميلاد الجنسية آآ بلد الاقامة الرقم التليفون وكمان البريد الالكتروني مهم جدا في حوار البريد الالكتروني او الايميل ان انتو تحطوا بريد يكون اكتف عشان آآ يوصلوك عليه كل القبول وهتوصلوك عليه كل حاجة آآ خاصة بالتطوع ده. وبتعمل كلمة سر خاصة بيك وبتقدم هنا المعلومات التعريفية زي رقم البطاقة الشخصية رقم انتهاء البطاقة بتاعتك وبعدين بتقدم هنا ان انت اؤكد رغبتي بتلقي معلومات تسوقية حول استعدادات قطر وبعدين بتقرأ الحاجات دي وبتضغط صح وبترسلها ليهم بعد كده بيجي لك التأكيد على الايميل ان انت بقيت آآ عضو في الصفحة دي وبعدين بعد ما بتسجل بتدخل بقى عشان تملى الاستمارة الاستمارة بتبقى سهلة جدا وباللغة العربية بيسألوكو كل الاسئلة الخاصة بيكو بيسألوكو عشان هو طبعا الاكلة والحاجات دي هكون مجانية فبيسألوكو انتو بتعانو حساسية من ايه اللي هتلبسوا طبعا زي رسمي فيسألوكو مقاساتكو في زي ايه آآ هيسألوكو كل الاسئلة وهتبقى سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة تعجزية آآ هما بس بيسألوكو اسئلة شخصية عنكو هتملو الفورم بتاع الاستمارة وبعدين تبعتوها وتستنوا وقتها لما بتتقبلوا بيبعتو لكم الايميل وبتشوفوا بعدين ايه هي الخطوات اللي بعد كده آآ لما يختاروكو زي ما هم كاتبين بالزبط في البتاع ان انتو بتعبوها وبعدين بتبعتو مقطع فيديو تعريف لك وبعدين بتحجز لموعد المقابلة الجامعين كل الروابط دي انا هسيبها لكم تحت في الدسكريبشن تقدروا تدخلوا وتقلب نفسكم الموقع كل بالعربي فالموضوع كمان هيبقى سهل وما فيهوش اي حاجة تعجزية تقدروا كمان آآ على الموقع في فيديوهات لناس آآ بالفعل هم تطوعوا قبل كده وبالفعل متطوعين دلوقتي في كاس العرب فتقدروا تشوفوا الناس اللي تطوعت دي وتقدروا تشوفوا خبراتهم وتطوعوا ازاي وانا كده وصلت لنهاية آآ الفيديو بتاعنا لو ياريت لو عجبكم الفيديو ده تدوسوا لايك ويارب تكونوا فعلا استفدتوا واقدمتو لكم حاجة بسيطة في الفيديو ده فما تنسوش تشتركوا معنا في القناة وتتابعوا كل الفيديوهات وتفعلوا زر الجرس عشان توصلوكوا آآ الفيديوهات المنح اول باول بالتوفيق لكل الناس اللي هتقدم